كابتن رمضان كنت بس أحضرتك على هجوم النادي الأهلي كافة طراب من وجهة نظرك وتعاقد مع مروان محسن مروان كما حضرتك؟ اشتغل معي موسم أف بترجبت طيب شايف إزاي هجوم النادي الأهلي من وجهة نظرك؟ يعني أنا شايف أن طبعاً في مشكلة لأنه بتتكلم مثلاً على عمر جمال عمر جمال قبل الإصابة من أفضل المهاجمين اللي موجودين في مصر في النادي الأهلي أو زكام في منتخب مصر أعتقد كان تدى كمان يثبت نفسه كعنصر أساسي في فيتين منتخب مصر عمر جمال بعد الإصابة لغاية دلوقتي مرجعش حتى لعشرين في المية من مستوى اللي كان قبل الإصابة ودي أنا بصراحة مش لقيلها حلول مع أن الرجل اداله فرصة لا ده خد فرص ده أكتر واحد خد فرص وهو بعيد عن مستوى ما أنا مش عارف أنا بقولك أنا بصراحة تحللها أو تقييمها صعب جداً جداً لعيب من أفضل لعيب المهاجب في مصر للعيب بعت خالص على المستوى هو لازم يعمل وقفة مع نفسه يعني هو عمر جمال لازم يعمل وقفة مع نفسه يقول أنا قبل الإصابة كنت بشتغل إزاي كنت بأتمرن إزاي كنت بلعب مباراة إزاي كنت حياتي بره إزاي كل الحاجات دي هو اللي لازم يعمل وقفة مع نفسه يرجع نفسه بزبط كده لأن عنده مش معقولة المستوىات اللي احنا شفناه طبعاً لا يمكن يكون المستوى العلي قوي اللي هو قدمه ده كله ضاع لا هو اللي لازم عمر جمال سوق توفيق ممكن يا كابتن سوق توفيق لا مش سوق توفيق لا 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 خالص مش جايد نفسه حتى سوق التوفيق ده أنا بتتكلم فيه إنه ممكن مثلاً يكون بيروح للجول كتير قوي ويضايق أهداف لا هو ما بيروحش للجول عمر جمال بقولك ما جابش عشرين في المية من المستوى اللي كان عليه قبل الإصابة فده هو اللي لازم هيعالج نفسه هو اللي لازم يعمل وقفة مع نفسه يقول لأنا تعالى يا عمر بقى أعمل وقفة مع نفسي ونشوف كل حاجة يقيم كل حاجة قبل العملية أنا كنت متمرن إزاي أنا كنت حياتي إزاي كنت مركز إزاي كنت تفكيري يعني كل حاجة أنا كنت متأخفاق بياتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتات